اشتركوا في القناة والمكان نغم مهما دار الزمان وتغير المكان مهما تبدل البشر يبقى الوطن يغني يبقى الوطن يغني تاريخك يا بشر موسيقى 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 وسط الطريق الجبلية الوعرة للجنوب التونسي كان يخيل لنا أكثر من مرة أننا ظللنا الطريق لكننا عندما التقينا عماد المصور الفوتوغرافية الشاب الباحث عن نفسه وسط المجاهل عرفنا أن مسيرتنا كانت وما زالت في الاتجاه الصحيح موسيقى 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 حاليا اليوم الأمازيغ نسبة هامة منهم جنوب تونس جبال مطمطة وفي جزيرة جربا من سكان البلاد التونسية يستعملون اللغة البربرية اللغة الأمازيغية وهم يطلقون على نفسهم أنهم أمازيغ طبعا الرقم هذا يتقلص مع مرور الزمن مع الدراسة مع تنقل الأشخاص مع النزوح مع الهجرة لكن مع النش إحصاية رسمية وهي غير موجودة موسيقى 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 حاليا في شكل قرى متوسط الحجم في شكل مجموعات بشرية صغيرة وهو في الواقع التفسير هو محاولة الإنسان أنه يكون متأقلم مع المحيط حتى يتمكن من العيش لأن المنطقة صعبة نسبيا المنتوج متاحها محدود لما يكون فيه معناها تجمع كبير ضروري يكون المنتوج كبير حتى المجموعة البشرية ممكن تعيش لما يكون المنتوج ضعيف الانتشار يكون أكبر والمجموعات تكون نسبيا متوسط الحجم أو صغيرة اشتركوا في القناة الصبر والمسافات الطويلة والصعود إلى أبعد مدى ممكن هو السبيل الوحيد للاقتراب من هؤلاء الناس اشتركوا في القناة القراءة هي درجة أن الأمازيغ فروا من بنه هلال وبنه سليم واعتصموا بالجبال هي قراءة خاطئة لأمر بسيط عندنا الدليل أن الجبال هذه مسكونة من فترة ما قبل التاريخ ترجمة نانسي قنقر الإنسان اللي تأقلم على الموحيط نتاعه يتجنب للسهول يتجنب المناطق اللي فيها فيضانات يتسنب المناطق اللي فيها الأمراض يتجنب المناطق اللي فيها أختر وكما أغلب مدن تونس موجودة على سفح الجبل ترجمة نانسي قنقر الصمت صمت الجبال صمت فيه ترفع وقوة كأن الوجود الإنساني غائب هو أولا الأمازيغي ما عاش في الجبل الأمازيغي عاش في كل شمال فريقيا بحكم أنه وقعت نوع من التثاقف بحكم أنه جزء هام منهم تعرب بحكم أنه جزء هام منهم فقدوا اللغة الأصلية وفقدوا حتى العادات والتقاليد اليوم لما الإنسان ينظر للبلاد التونسية يقول أه ما ثم أمازيغ إلا في المكان الفلاني لكن اللي يسكن تكرونة ويسكن كسرة ويسكن السندة ويسكن تبرسق هو في الأصل أمازيغي ولو إنسى ولو ما عاش عنده فكرة ولو تعرب منذ العهد الحفصي ولا ربما حتى قبل اليوم القرى اللي بقات أمازيغية موجودة في مناطق جبلية صحيح لكن الظاهري هو أنها تبين قرى صعبة تبين قرى فارغة تبين قرى سكتة مسحيح خلف كل جدار وباب ومن بين الصخور حياة ما وجوه ما موسيقى نعب حياتي تبين قرى تبينЗдما هنا يبدو العالم الخارجي غير موجود فضاء مغلق على حدود التاريخ والجغرافيا هي قراءة منغلقة بالنسبة للتبادل البشري القراءة هذه ترفض مثلا الزواج من امرأة اجنبية على القرية منغلقة تماما في صورة ما في الأوضاع خاصة خطر حرب وباء لكن في سائر الأيام لما تكون في غياب الخطر في غياب المشاكل هي قرية باتصال مع القرى الأخرى حتى للتبادل التجاري اشتركوا في القناة الحياة مبدئيا صعبة لأن الطبيعة صعبة والأمطار نسبيا قليلة لكن الحد الأدنى موجود الأمازيغي يتعاطى الفلاحة عنده ماشية للتربية ويربي الماشية يتعاطى ايضا التجارة ومر بمرحلة كان عنده شبه اكتفاء ذاتي لكن بحكم تطور البشر وبحكم الانفتاح وحكم العصر أصبحت الحياة تكاد تكون غير ممكنة خاصة أن المناطق هذه مرت في الستينيات في السبعينيات بنعدام التجهيزات ما كانش فيها طرق معبدة ما كانش فيها ما سالح للشراب ألاف المواطنين غادروا القرى متاحهم مش حتى في المناطق الأمازيغية حتى في المناطق الأخرى ووقع نزوح نحو المدن وين مورد الرزق وين إمكانية تعاطى اي شغل للحياة في الخمسين السنة التالية كان الأمازيغي يتعاطى الفلاحة كانت عنده ماشية، كانت عنده دواب، كانت عنده الإبل، كانت عنده كان أيضاً تعاطى التجارة، كان ينتج مثلاً النساء كانوا ينتجوا الصوف، كان يشتغل من الصباح إلى الليل لكن المردود كان محدود موسيقى موسيقى بعيداً عن المعادلات الاقتصادية الصعبة، يحيون من أبسط ما انتجه هذا البلد في تاريخه موسيقى النساء تصنع النسيج موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة الرجال الفخار المترجم للقناة 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 وغم تعقيدات الحياة مصرين على البقاء المترجم للقناة 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 الأقليات عندها دور كبير عندك أقليات عندهم لغة أو عندهم كتابة أو عندهم معتقدة عندها خصوصيات سواء كان في المنتوج أو في الملبوس أو في طريقة العيش أو في كذا تصبح البلد أغنى تثري البلد بالخصوصيات متاحة كتقضي أنت على أقلية يا أخي فقرت روحك ربعما حليت مشكل لكن حليت مشاكل جديدة عليك يا أما لجينا مرايا ذي لايها لا ويا يا ناس حما حلب السلامة يا أما لها موسيقى موسيقى طيعها العاد تترجى زارقها لو شاهمة